بسم الله الرحمن الرحيم وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من جادل بالله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد اجب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب الزعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلطة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبيل لكم ونقر في الأرحام ما نساء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم كفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من توفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بئيد ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الزاعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل بالله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني حقبين يضل عن سبيل الله نهو في الدنيا في الزيوم ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس لظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير مطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسرت دنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجريم تحكيها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ثم ليقطع فلينظر هل يزهبن كيده ما يغيب وكذلك أنزل الله آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين آدوا والصابعين والنفار والمجوس والذين أشرفوا إن الله يفسد بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنزوم والجبال والشجر والتواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء أن خصمان استسموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم خياف من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في قطونهم والجنود ولهم مطامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من ظم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولغلؤا ولباسهم فيها حريق وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد في ظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا رحم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من فهمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفكير ثم ليقضوا تفزهم وليوفوا نظورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأهلت لهم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوتام واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريع في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا من سكا ليذكروا اسم الله على ما رذقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رذقناهم يرفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فاكلوا منها وأطعموا القانئ والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يطاكنون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضا ببعض له الدمش طوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن كذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان ذكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يثيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصاد ولكن تعمل قلوب التي في السدور ويستعدلونك بالعذاب ولن يخلط الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين تعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينفق الله ما ينقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما ينقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاك بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في برية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكو بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليبزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يضونه وإن الله لعليم حليم ذلك من أعطف بالاسم ما عوضب منه ودفع عليه لينصر أنه الله سمع الله لأقول غفور ذلك بأن الله يوني جسل الذي نهار ويوني جسل آر في الدين وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الحق وأن الله هو العميل الكبير فلم تر أن الله أنزل من الزمان ما قاله فجسر القرم فجسر القرم الصرر إن الله لسيح قبيل لهو ما في السماوات ولا في الحق وإن الله لهو الغميل الحميد ألم تر أن الله سخر لكم لا في الحق والكل كتجري في البحر بأمره وينصف السماء أن تقع على الحق والله بإذنه إن الله بالله لربود رحيم وهو الذي أحياكم من نميككم من نسميكم فتسسساة لك في كل قومة دعونا ما ستمرنا سكوب فلا سنادعونا في الأرض ودعونا وضفك لنا فلعناه لموت التسليم وإن زادنك قبل الثام أعلم لما تعملون الله نشكو بيق يوم القيام بشيلا تنسوك وتفلكم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدوا من يوم الزاد ما نقول في الدين وأن الله ما ليس له في علم وما للظالمين للتصليم وبذا كتنا عليه الآيات لا غيلا تجعب فيه للذين كفروا من تصليم كفادون يسيرون للذين يسيرون عليه الآياتنا وتشعب نفسكم لذين من ذلك أنه على الله الذين كفروا من النصيق يا فجو أن لا تضرب نظر فاستمعوا لك إن الذين لتدعون من دول الله لن يطلبوا جبابا ولو جتمعوا لك وإن يطلبهم البعض شيئا لا يستنفذون منه وعف الطالب والمطلوب ما قال الله أقف قدر إن الصاء لكم من ناسين الله يطلب من البناء كثيرا ومن الماء إن الله سبيعا طفيل يعلم ما بين أيديه وما طلبه وإن الله سبيعا طفيل وإن الله سبيعا طفيل أهدو الذين آمنوا جعوا طفيل وحسب ربكم وطعبوا طيرا لعلكم وجاءتنا لأفتر هذه هو الكبات وما جعل عليكم بسهل من حرك إذا كابيكم بضراتي وصناكه المسلين من قبل وفي هذا ليكون الوصول جيدا عليكم وفي هذا أعلى الثالث فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وعتقوا بالآل وممتاكم ومعمة أفلا ومعمة أفلا